هنعمل رحلة لملعب توترام هوتسبر واحد من احلى ملعب انجلترا والعالم خدنا قهوتنا ركبنا المترو طلعنا من المترو عشان نروح نركب المصر ودي الستوب بتاع التوترام هوتسبر فوتبولكلاب مكان سهل جدا الوصول لنا وصلنا الملعب ودخلنا وخدنا كل الاكسسيريس بتاع التور باستردنا بالمكان اللي فيه الكقوس ودي كقوس الاوروبية اللي خدها توتنام وهو اول فريق انجليزي ياخد بطولة اوروبية كأس الكقوس الاوروبية سنة 1963 اما دي فهي الكقوس المحلية وبرضو توتنام هو اول فريق انجليزي ياخد الدابل يعني الدوري والف اي كوب سنة 1961 وده بقيادة الاسطورة اللي قدامنا بيل ناكلسن اما دي فهي اخر بطولة اخدها توتنام سنة 2008 كأس الكولين كوب بعد ما بنخلص واحنا مع الدين بالناء اللوحة دي فيها كل اسامي لعيبة الفريق الاول اللي لاعبوا لتوتنام وطبعا هنلاقي فيها اسامي اللعيبة المصرية اللي لاعبت لتوتنام ميدو وحسام غالي ميدو هناك دو ايجبتشان لتوتنام هل تعرفهم؟ حسام غالي وميدو ايجبتشان بحسب واحسامzo ما هو رأيك انهم ميدو؟ احسام غالي بحسب احسام غالي قد ارخي الحاجة ايجبت انه مرPI مييتو اميدو وما هو رأيك ميدو؟ ايجبت انه ميدو كيه ار ورشه بيجد امام دار جد اعطي كذلك ولكنه قدام ميدو فى هنا ما هي تعتقد ميدو وغالي؟ غالي threw a stroke عندما كانت قدرًا شاملًا لأنه كان جيدًا تعتقد أنه قدرًا تحضيرًا من المدينة هذا سوء 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 ولكنه سوء سوء بقيت ميدو كان جيدًا ميدو كان جيدًا لكن المدرجات لم يتحدث لم يتحدث ميدو إنه 2-0 بنكمل رحلتنا جوه الملعب والستوب اللي بعد كده في المدرجات الوقت اللي روحنا فيه كان في نهاية السيزن وده الوقت اللي بيجاهروا فيه النجيل عشان يعملوا عليها تحسيمات وده الاتش كلوب ده مكان للأعضاء المميزين قدام الملعب مباشرة ويقدروا يستمتعوا فيه بكل حاجة أما ده فهو البريميوم سويتس برضو للأعضاء المميزين قدام الملعب ويقدروا يعودوا فيه يوم المتش من الملعبتك في السيزن؟ بكاريو روبرسون، غتبو، الوقت و الوقت بكاريو باريس ملعبت في مجموعة والإتاليان يأتي إلى سفر ويقدروا على الكفتر من الكفتر بكاريو من الأولى أعمالك فهو البريميوم أريد أن نقلل بكاريو ملعبت ملعبت بعد كده رحنا على المكس تزون وده المكان اللي بيعدم انه اللعيبة والمدرب وبيعملوا فيه انتفيوز مع الميديا درج البنت ملازم عندما نمائم نعم وثبات المغال謝謝 هؤلاء YES على tunes ما فد رئيسي بـ؟ يحكو؟ مان بدم جيدا كل جيد وقفد جيدا وعنковني أشياء مانعي actor حث رضع عليه صوت وما قال مان البي sudden صحنف لذلك 令 أنog neat هنا ولم لят regulations وقف خفيف في الميكست زون حطين جيزة البريمير الليج لأحسن لاعب في الشهر ممكن تاخد معه صورة أنا تصورت معها وهستلم الصورة هنا طالعها بعد كده بنروح للممر المؤدل الملعب طول الرحلة بنلاقي صور أيقونية في تاريخ النادي متعلقة على الحيطة كل صورة بتاريخها وبالوصف بتاعها وده الجن بتاع الفريق وده قط العلاج الطبيعي كده دخلنا على الدرسينج روم او قط اللبس بتاع العين نعم 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 شكرا ساعة نفسي ساعة ميكي طبعا في الدرسنج روم ممنوع ان انت تشيل اي تي شيرت من تي شيرت اللعيبة لكن الاسطف الجميل جدا بتاع الملعب عمال استثناء من قط اللبس بتاعت لعيبة توتنم هنروح لقط اللبس بتاعت الفريق الضيف جوه قطة لبس الفريق الضيف فيه تي شيرت ارسنل الغريم التقليدي لتوتنم وده طبعا ما عجبش واحد من جماهير الفريق بس طبعا مش تي شيرت ارسنل بس اللي موجود كل تي شيرت موجودة وده شعار فاينال تشامبينز ليج ما بين ليفر بول وتوتنم دلوقتي هنروح للمكان اللي بتعمل فيه المؤتمرات الصحفية شبه السينما الناس اللي بتقول ميدل podeعفوه في تاتران دونهان رمزه ا guerجل ما هي الفيدية عن ميدل؟ هو يجب انقيت في القناة يكسب للك الامر لتوقت مستوجيه لذا فعله لم يجب في ميدلسبر بس فقط هذا هو الوقت الذي يعمل فيه اختبار المنشطات وده قط الحكام هذا مكان للاستشفى للعيبة وده قط الفار ومش مسموح اننا ندخلها وبكده نكون خلصنا الطور جوه الاستاد بعد كده هنروح الميديا كافي وهنا بنكون خلصنا الطور عشان نروح على الاستور وقبل اي حاجة هنستدم الصورة اللي احنا تصورناها واكيد بفلوس والحسن حظنا ان الوقت اللي رحنا فيه كان نهاية سيزن فكانوا عاملين هرود وخصومات كبيرة جدا تنزل انت يعمل في حضر لتنهام وتكتبع منشستر تنزل إنها قتلت له عتشاني كتبع منشستر تنزل تنزل تحب تدير تنزل 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 تكرر تنزل 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 تید روكام؟ أحب تدي شيريغم الان في الوصف بقيت وقال شيريغم وانانديميتاب ابو طاب انديميتاب ابو طاب مجنفسن شيف كيس بربطوب أم الوست هام بربطوب ابو طعادل بربطوب يا طعادل وانا ماشى لقيت شعار غريب ميكس ما بين شعار توتنام والكانجارو تفكر انه هو حاجة زي نايكي وميكل جوردن بس طلع عشان والشعار ده عشان انجي بوستيكوبلو مدرب الفريق استرول اوه وهنا بنوصل لاخر محطة في الرحلة قبل ما نحاسب وهي ان احنا نطبع على التيشرت اللي احنا اشتريناه قبل ما نحاسب اوه 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 لنفعله فهي سيديه ويديه 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 فاوزي ويديه نعم شخص شخص دعامو شكرا انظر شكرا شكرا من حسن يا رقم شكرا ودي كانت طوطنم اكسperience